اشتركوا في القناة تواصل العدوان على قطاع غزة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وبيدن يقول ان نتنياهو يضر اسرائيل اكثر مما ينفعها بطريقة ادارته للحرب خمسة جهداء من بين ثلاثة من حزب الله في قصف اسرائيلي على منزل في جنوب لبنان اشتركوا في القناة في داء الوطن جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات النادوة التثقفية التاسعة وثلاثين للقوات المصلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وقد اكد السيسي ان الدولة تحركت في مصاري الاصلاح والتنمية وتحرير سعر الصرف لم يتم الا في وجود احتياطي من الدولار لا تزال صفحات تاريخ هذا الوطن زاخرة بالتضحيات التي حمل نبراسها شهداء ابرار جادوا بارواحه مطاهرة ليحيى هذا الوطن وابنائه في امن وسلام ففي التاسع من مارس من كل عام والذي يوافق ذكر استشهاد رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاصبق الفريق اول عبد المنعم رياض عام 1969 وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس اثناء حرب الاستنزاف تتجدد مشاعر الفخر والعرفان بذكرى هذه التضحيات الغالية حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقفية التاسعة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان ويبقى الاثر بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة شعب مصر العظيم اتحدث اليكم اليوم في ذكرى يوم الشهيد يوم الابطال الذين خرجوا من نبت هذه الارض الطيبة فحملوا الامانة برأس شامخة وقابلوا ربهم بنفس راضية وتركوا لنا مع اعلان الفراق فخرا ومبدا سيظل محفورا وخالدا في ذاكرة امتنا لقد خاضت مصر وحربا ضد ارهاب كان يهدف الى تخريب الدولة ولولا تضحيات الشهداء الابرار من ابناء الوطن لما بقيت امنة وسالمة هكذا اكد الرئيس السيسي خلال كلمته الحرب 67 و 73 وحتى الحرب الاخيرة اللي احنا عدنا تقريبا فيها عشر سنين اللي هي يعني كنا بنجابه فيها يعني فكر منحرف متطرف استباح دمنا واستباح مستقبلنا استباح دمنا واستباح مستقبلنا انه يخرب بلدنا زي ما الدول كتير اتخربت وزي ما دول كتير راحت فكان متصور اللي ممكن يعمل ده ولكن برضو باخلاص ودماء ابنائنا سواء اللي استشدوا او اللي اصيبوا او اللي اصيبوا كان فضل كبير او من ربنا علينا انه تنتهي بفضل الله باللي احنا اتحقق لغاية دلوقتي وتحدث الرئيس عن التحديات الاقتصادية التي عانت منها البلاد ولا تزال وعن الاعباء التي تحملها المواطن المصري ولا يزال ليؤكد الرئيس ان مواجهة هذه التحديات يتطلب مزيدا من العمل والجهد والصبر كورونا سنتين والحرب الروسية دخلها على السنة التالتة ثم الشهر الخامس خلص بتاع غزة بكل ما تعنيه معني هذا الامر من تهديد وتحدي كبير جدا لنا كمصريين وحتى لمنطقتنا كمان بقول كده لان الظروف اللي فاتت والضغط اللي تحملوا المصريين خلال الاربع سنة واللي زاد زاد يمكن في السنة الاخرانية اكتر والاسعار زادت اكتر طب هل انا بقولي الكلام دو عشان يعني اطيب الخواطر او او يعني كلام بقوله للناس في مصر عشان يستحملوا اكتر ولا يبزلوا جهده اكبر ولا عشان يخلوا من بلدهم اكتر ولا ايه اقدروا لكم بصراحة كل حاجة كما تطرق الرئيس خلال كلمته الى الاوضاع في قطاع غزة مشددا على ان مصر لم ولن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية بقبول مخططات التهجير القصري لابناء قطاع غزة وانها لن تتوانع مواصلة الجهود من اجل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وتأمين سبل الاغاثة والمساعدات كل المساعدات اللي تقدمت محدش بيقول دلوقتي ليه المساعدات بتخش في اسقاط جوي ما بتخشش لمن المعبر مش انا قلت لكم من الاول ان احنا في مصر حرصين على ان احنا المعبر يفضل مفتوح 24 ساعة واي فرصة لنا ان احنا يعني المساعدات اللي بتجيلنا بل عشان ايضا فيه تحديات في دخول المساعدات من المعبر او من المعابر بس في عندنا احنا معبر احنا مسؤولين عنه تفنى الاجساد وترتقي ارواح الشهداء الى بارئها ويبقى الاثر ويبقى معه حرص الدولة والقيادة السياسية على تكريم اسماء الشهداء الابرار في شخص اهليهم وزويهم في شخص كل اب محتسب وام مكلومة وزوجة صابرة وابن وابنه صامدين كانت فعاليات الندوة قد شهدت تقديم عدد من العروض والافلام التسجيلية من انتاج ادارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة والتي روت وحكت عن تضحيات لشهداء ابرار بذل كل غال ونفيس ودماء ذكية طاهرة ستظل دوما نبراسا تضيء طريق الوطن وابنائه في واقع امن مستقر ونحو مستقبل مشرق مزدهر يبقى فيه دوما الاثر اثر الشهداء حيا باقيا بيننا يقف امامه التاريخ طويلا بالدرس واستلهام العبر على رشوان اني للاخبار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الانهائية لمشروعات تطوير موقع التجلية الاعظم فوق ارض السلام وقد اكد رئيس الوزراء ان الحكومة لديها توجيه واضح من الرئيس السيسي بالاهتمام بجميع التفاصيل خاصة بمشروع بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصدا عالميا للزائرين من شتى بقاع الارض اشتركوا في القناة 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 رئيس الهيئة الوطنية للعلام حسين زين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك دعنا الله عز وجل ان تحقق مصرنا الغالية تحت قيادته الرشيدة كلما تصبو اليه من تقدم وازدهار وان تتمكن مصرنا بقيادته الحكيمة من تخطي كل الصعاب لتحقيق مستقبل افضل ومزدهر ينعم فيه شعب المصري بالامن والامان ودع زين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة المبارك على الشعب المصري والامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات عقدت اليوم جلسة حورية في مقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيت بحضور محمد المانفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمستشار عقيدة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ومحمد تكالى رئيس المجلس الاعلى للدولة وذلك بهدفه تيسير الحوار الليبي الليبي وقال جمال رجدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان هذه الجلسة تأتي استشعارا لمسؤولية الجامعة العربية الاصيلة اتجاه هذا البلد العربي المهم وفي هذا التوقيت الدقيق وكمسعا لاخراج ليبيا من ازمتها التي طال امدها وتزايدت اعبائها وتبعاتها على المواطن الليبي الذي يتطلع اليوم الى ساساته لخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات ولمزيد من المتابع ينضم الينا مباشرة الزميل منذر ابو دوح من مقر جامعة الدول العربية منذر بعد التحية كيف تتابع الجلسة الحوارية في جامعة الدول العربية اليوم الليبية الليبية تحت رعية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيت تحياتي اليك بداية زميل العيز ولكم عزائي المشاهدين بالفعل تأتي هذه الجلسة من ضمن تحرقات الجامعة العربية لمواجهة مختلف القضايا العربية وعلى رأسها الآن القضية الليبية ومحاولة رأب الصدع بين الأشقاء الليبيين وتوحيج وضعيات مظهرهم اتجاه مختلف القضايا وخاصة موعد الانتخابات التشريعية وكذلك توحيد الرؤى الخاصة بتوحيد البلاد في المرحلة القادمة بطبيعة الحالة سيد الأمين العام أحمد أبو الغيت كان له تحركات عديدة على مدار السنوات الماضية لرأب الصدعين لشقاء الليبيين ومحاولة توحيد وضعات نظرهم وتسريع من عملية الانتخابات الآن هناك جلسة حوارية تدور داخل الجامعة العربية لمناقشة البعاد النظرات الخاصة بهم حول مختلف القضايا الليبية وكذلك توحيد هذه النظرات وكذلك بحث التسريع من العملية الانتخابية والتشريعية لتوحيد البلاد بطبيعة الحال الجامعة العربية تول اهتماما كبيرا بمختلف القضايا العربية وخاصة السودان ومواصلة إليه من تطورات والتي راحت بسبب الصراع داخل السودان راحت ضحيته الألاف من ابناء الشعب السوداني الشقيق لذا كانت هناك مقابلة بين السيد الأمين العام أحمد أبو الغيت وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء الأسبق السوداني الصباح اليوم والذي تم منقشته آخر الطورات الخاصة بالقضية السودانية ومحالة وقف اطلاق النار بين الشقاء السودانيين والحفاظ على الدم السوداني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوقف اطلاق النار والتي تأتي جميعا هذه التحركات وهذه الملفات من ضمن تحركات الجامعة العربية للدعم مختلف القضايا العربية نعم أشكرك شكرا جزيلا الزميل منذر أبو دوح متابعنا أحداثا قرب من مقر جامعة أدو العربية شكرا جزيلا لك منذر استشد وصيب العشرات من الفلسطينيين غلبياتهم من النساء والأطفال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة الذي شهد اليوم قصفا عنيفا جوا وبحرا وجوا وفادث وسائل علامة الفلسطينية أن عددا من الضحايا للقصف الإسرائيلي على منطقة المعاصي غرب خان يونس ارتفع لخمسة عشر شهيدا في حين شهدت المناطق الجنوبية من المدينة في الزويدة وحجر الديك والمطاحن غارات بالأحزمة النارية كما استشد وصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استادف عددا من المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع وقصفا آخر على مخيم لبيت لاهية كما استشد فلسطينيان واصيب نحو سبعة آخرين في قصف الاحتلال على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة كما استدفت مقاتلات يحية الشيخ ردوان مخلفة نحو الأربعة شهداء شهدات إسرائيل من إجراءاتها الأمنية في مدن ضفة الغربية المحتلة وبخاصة في محيط المسجد الأقصى بمناسبة شهر رمضان المبارك وفرضت سلطات الاحتلال القيود على المصلين الفلسطينيين الذين حاولوا الاعتكاف بالمسجد قبل يوم من دخول الشهر الكريم وكانت تل أبيب قد علنت عن تجديد إجراءاتها فيما يتعلق بدخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان حيث ستسمح بدخول عدد محدود من المصلين خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو شدد على أن تقييم الوضع سيجري أسبوعيا على أن تتخذ القرارات وفقا للتقرير الأسبوعي هذا قد انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها وذلك بالطريقة للحرب في غزة واعتبر بايدن في تصريحاته الإعلامية أنه من حق نتنياهو الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمته لحماس لكنه يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتخذة على حد قوله وعضف بايدن أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح جنوب غزة سيشكل خطا أحمر إلى أنه أشار في الوقت ذاته لأنه لن يتخلى عن إسرائيل أبدا مشددا على أن الدفاع عن إسرائيل يبقى ذا أهمية قصوى ونوها إلى أنه لن يوقف شحنات الأسلحة بالكمل زعما أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية ضرورية لتشغيل أجهزتها وجهازها الدفاعية لإعتراض الصواريخ والقذائف غادرت السفينة الجنرال فرانك إس بيسون تابع الجيش الأمريكي متوجهة إلى شرق البحر المتوسط وذلك لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة يأتي ذلك بعد أقل من 36 ساعة من أعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية للقطاع عبر البحر مع تواصل القصف الإسرائيلي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أن السفينة الجنرال فرانك إس بيسون غادرت قاعدة لانجلي يوستس المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق البحر وذكرت سانتكوم في بيان أن سفينة الدعم اللوجستي بيسون غادرت بعد أقل من 36 ساعة من أعلان رئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر وأضاف البيان أن السفينة تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية كان رئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الجاش الأمريكية سيقيم رصيفا مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة كشف بايدن عن الخطة خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس بعد الموافقة الإسبوع الماضي على إسقاط مساعدات أمريكية جوا في غزة تزامنا تستعد أول سفينة محملة بمساعدات للإبحار من قبرص إلى غزة المهددة بالمجاعة ويهدف الطريق البحري إلى مواجهة القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المساعدات بعد أكثر من خمسة أشهر على الحرب التي تركت سكان غزة البالغ عددهم 2.400.000 نسمة يكافحون للبقاء وستكون هذه أول شحنة تنقل إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص أكبر دولة عضو في الاتحاد الأوروبية من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن بناء هذه المنشأة سيستغرق مدة قد تصل إلى ستين يوما وسيشارك فيه أكثر من ألف جندي على الأرجح وأوضحت أن الميناء المؤقتة يمكن أن يؤمن أكثر من مليوني وجبة يوميا لمواطن غزة على صعيد إنزال المساعدات جوانة أعلن الجيش الأردني عن عملية جديدة بنحو عشر طائرات بينها طائرتان أردنيتان وأربع طائرات أمريكية وطائرتان فرنسيتان إلى ذلك أعلنت السويد وكندا أنهما ستستانفان تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوثي وتشغيل لجئين الفلسطين الأونروا المصدر الرئيسي للمساعدات في الأراضي الفلسطينية بعد مروري أكثر من شهر على تعليقه من جانبي نحو خمسة عشر دولة أعلن حزب الله اللبناني قصف مواقع إسرائيلية في جبل ميروان بعشرات صوريخ وذكر جيش الاحتلال أنه تم إطلاق نحو خمسة وثلاثين صاروخا من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل ومشيرا له تمكن من اعتراض عدد منها يأتي ذلك بعد ساعات من السشهاد خمسة أشخاص من بين ثلاثة من مقاتل حزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جنوب لبنان خمسة شهداء وتسعة مصابين أحدثوا ضحايا الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان وكالة الأنباء اللبنانية قالت إن الغارة استهدفت منزلا في حي العين وسط خربة سلم وضحاياها هم عائلة من أربعة أشخاص نازحة من بلدة بوليدا إضافة إلى شخص خامس وضفت أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت صاروخين من نوع جو أرض في اتجاه المنزل ما أدى إلى استشهاد الوالد وزوجته الحامل وولديهما وذكرت الوكالة أن الغارة أدت إلى تدمير المنزل بالكامل وإصابة سكان منازل مجاورة تضررت أيضا من هذا القصف وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لحزب الله اللبناني في بلدات عيت الشعب ومجدلزون وكفر جنوب لبنان كما استهدفت مصيرة إسرائيلية بصاروخ منزلا في بلدة بليدا في حين تعرض محيط بلدة الوزاني لقصف مدفعي كان حزب الله أعلن مسؤولته عن عدة ضد مواقع عسكرية حدودية إسرائيلية السبت وكرر الحزب أنه لن يوقف حجماته ضد إسرائيل إلا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة واستشهد أكثر من ثلاثمائة شخص في لبنان بينهم عناصر في حزب الله وعشرات المدنيين بينما تم تدمير نحو ألف منزل بشكل كامل وتضرر نحو عشرة آلاف منزل جزئيا نتيجة الغارات الإسرائيلية منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي أعلن الجيش الأمبكي أنه أسقط مع القوات المتحلفة نحو ثمانين وعشرين مصيرتا أطلق الحوثيون اليمنيون بالأمس خلال هجوم واسع النطاق في البحر الأحمر وخليج عدن ويعد هذا أكبر هجوم يشن الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وبحر العرب ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئة احتجاجا على استمرار العدوان على قطاع غزة وبنرامنين لازلت مستمرة مع حضرتكم وفيها بعد أخبار الاقتصاد سن الرئيس والهجرة محورا لحملتي بايدن والترامب في ولاية جورجيا ومن أخبار الاقتصادية المناسبة شهر رمضان المبارك الحكومة تواصل طرح كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية ضمن مبادرة خفض الأسعر أهلا بكم جديد تواصل الحكومة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجامعات الاستهلاكية والتوسع في منافذ عرض وبيع السلع الغذائية إلى جنب إقامة معرض أهلا رمضان على مستوى المحافظات يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبدلها الدولة وتنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي بضط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تلبية لاحتياجاتهم وبخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك ترأس وزير النقل كامل الوزير ونظرات الأردنية عمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة رقم 82 وقد تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الحركة وأهم إنجازاتها وخطط عملها ونتائجها المالية خلال العام 2023 كما تم استعراض حجم الحاويات الصادرة والمنقولة عبر الخط العربي للنقل البري والبحري عام من الأردن عبر مصر إلى ثماني دول أوروبية وإفريقية وعربية يعد مشروع القطار الكهربائي فقصت أهم المشروعات الحديثة التي تقوم بها الدولة لفتح أفاق استثمارية وفرص واعدة للشباب ومن محطة القطار الكهربائي فقصت سرع بالعاصمة الإدارية الجديدة ينضم إلينا مباشرة الزميل عبد الحميد سقر مراسل النيل عبد الحميد برحب بيك بداية انقل لنا الصورة بالطبع الخاصة بمشروع القطار الكهربائي فقصت سرع أحد أهم المشروعات في العاصل الحديث وحييك زميل عمرو وكل مشاهد قناة النيل الأخبار وحييكم هنا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة من داخل محطة القطار الكهربائي سك الحديد الفاق الصرع الجديد والمزمع بإذن الله تجريبه وتشغيله بنهاية هذا العام أربعة خطوط جديدة سوف تتم وتنقل النقل والمصاد داخل مصر خاصة السك الحديد نقلة نوعية كاملة تقنية حديثة تغيير جزري في منظومة سكاك حديد مصر من خلال هذا القطار الذي سوف يكون بمثابة انفتاح وانفراجة كبيرة نحو الاستثمار في كافة الأصعيدة استثمارات صناعية وأيضا بنية تحتية وأيضا مجتمعية وفتح أفاق عمل كثيرة وكبيرة للشباب على كافة المستويات في كل المحافظات مصر في كل المحافظات التي سوف يجبها هذا القطار السريع للتعرف أكثر حول هذا المشروع الأملاق وأربعة خطوط جديدة هنا الخط الأول من محطة العين السخنة وحتى مرسى مطروح بما يقرب من 21 محطة سوف يمر بها هذا القطار محطة ثانية من محافظة من 6 أكتوبر ووصولا إلى أبو سنبل الخط الثالث من قنة سفاجة والخط الرابع من بورس عيد أبو القير نتعرف أكثر معي ومعكم المهندس أحمد فاروق مدير المشروع أهلا بساعتك فاني معنا عشر سنين الأقطار وكلمنا على هذا المشروع الكبير بداية تلك الخطوط الأربعة ومتى سوف يبدأ التجهيب تجريبا بإذننا لهذا القطار وطبعا الخطوط الأربعة هتبقى أربع خطوط بأطوال حوالي 2250 كيلو منهم ثلاث خطوط جاريع العمل فيهم حاليا بطول 2000 كيلو الخط الأول بيبدأ من محطة السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية ومرورا بالجيزة ثم السادات حتى برج العرب بيصل بفرعة إلى الأسكندرية ويتجه شمالا في اتجاه مطروح بطول حوالي 675 كيلو الخط الثاني يمكن بيبدأ من حداء أكتوبر وبيتجه جنوبا لمحافظات صعيد مصر بطول حوالي 1100 كيلو والخط الثالث بيبدأ من قنى بطول 2225 كيلو مرورا بالغرداء وسفاجة هناك أكثر من قطار سوف يكون على هذا على خط السكة الحديد الجديد المتاجر لأربع خطوط لنقل الأفراد والنقل البضائع وهناك قطار سريع وأيضا إقليمي نتعرف على الفارق بدانه تلك القطارات هو الخطوط الثالثة دول هيمر عليهم ثلاث أنواع من القطارات القطار السريع السرعة التجريبية بتاعته أو التصميمية 250 كيلو والسرعة التشغيلية 32 كيلو والخط الإقليمي اللي احنا وقفين قدامه وهو قطار هيقف في كل المحطات الإقليمية ومحطات السريع بسرعة حوالي 160 كيلو والقطار الأخير هو قطار البضائع هيتحرك بسرعة 120 كيلو لنقل البضائع بين المحافظات والمدن المختلفة تلك القطارات سوف تكون صديقة للبيئة كطارات كهربائية كيف سيمكن تغذيتها خلال أكثر من ألفين كيلو داخل مصر هو طبعا كل قطاع من قطاعات المشروع بيغزى بالكهرباء من مصدرين مختلفين منهم قطاع شرق النيل هنا بيتغزى من محطة الكهرباء اللي على طريق السخنة مع محطة أخرى تبادلية من داخل منطقة العاصمة الإدرياء الجديدة وفي الغرب إن شاء الله هيتغزى برضو بمصدرين كهرباء ومرورا بمنطقة الشمال حتى ما تروح باش موانس أحمد لو تتساعتك تكلمنا ده كطار الإقليمي الموجود جاء ورانا الإقطار الإقليمي يعني في بعض العربات دورين في بعض العربات دور واحد تكلمنا عن المغزى والتجهيزات اللي داخل تلك العربات سرعة 160 كريمة حيكل كلي تكلمنا على التجهيزات الموجودة في هذا الكطار وأيضا في الكطار الجديد اللي سوف يأتي لنا من تلك الصناعة الألمانية الحديثة هو طبعا القطار اللي ورانا هو أول قطار وسهر وهو القطار الإقليمي أو الديزيرو وهو كطار يتكون من أربع عربيات عربيتين منهم دور واحد وعربيتين اللي في الوسط بدورين ساعة القطار اللي ورانا ده وهو طوله حوالي 105 متر ساعة هو حوالي 390 راكب وعندما نعمله كابلنج ويبقى 8 عربيات يبقى عدد المسافرين فيه هيوصل لحوالي 580 راكب الخدمات اللي موجودة جوه يمكن حضراتكو تستعرضوها معنا هي فيها خدمات خاصة بالركاب والأمان حاجات خاصة بالاتصال بين الركاب وبين السائق لو فيه أي امرجنسي أو فيه أي طوارق في نفس الوقت اتخذ في الاعتبار إخوانا من زويل همم في المقاعد والحمامات بأعداد مناسبة جدا لحركتهم داخل القطار فيه خدمات اخرى زي الواي فاي وحيكون انترنت هو طبعا فيه شبكة واي فاي هتبقى فالد للراكب وفي نفس الوقت برضو معاملات الأمان الخاصة بالركوب وفيها عدد من الشاشات فيه 28 شاشة موجودة داخل القطار لاستعراض بيانات القطر والسرعة والحركة فيه شاشات خارجية العرض في المحطات كل محطة المحطة المقبلة واللي موجود فيها القطر وفي نفس الوقت فيها كاميرات بتغطي كل العربات بالكامل من الاتجاهين بحيث ان احنا نبقى فيه تقريبا مراقبة تامة لكل القطر من الداخل ومن الخين باشمونس احمد هذا الحلم الذي يتحقق الآن بإذن الله منهات هذا العام على أرض مصر ويسبب التشغيل التجريبي للقطار القريب ومن بعده القطار السريع فاق السرعة هنتكلم على اللوجيستيات ويهي ايضا الفكر من وراء قمة هذا القطار في خلق متنفس استثماري ايضا تشجيع الاستثمار داخل مصر ايضا المجتمعات عمرانية على طول الطريق وفرص عمل الشباب هو طبعا القطر بالتشغيل او الاعمال اللي بتتم في القطر من اعمال محطات واعمال جسور وكبالي وبرابخ كل هذه الاعمال بتوفر فرص عمل يعني يمكن تربوا عن 25 الف فرصة عمل مباشرة وحوالي 50 الى 55 الف فرصة عمل مباشرة غير مباشرة من الخامات اللي بيتم الخاف المشروع في نفس الوقت المشروع بيربط مناطق الانتاج الخاصة زي المناطق الصناعية في السادات والنبرية وبرج العرب بمناطق الاستهلاك او بالمواني لو انا هنزلها المناطق الاستهلاك او هتلحها المواني للتصدير وفي نفس الوقت ان شاء الله احنا مخططين ان احنا نبقى فيه مناطق لوجستية ومواني جافة عشان خاطر سرعة التصدير وبالنفس الوقت تسهيل على اجراد المواد الخامة والمواني الصناعية الموجودة بالنسبة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة روعية في التصميم ان يكون دايما مكان المحطة في مكان الامتداد العمراني الصحيح والمباشر للمدن والمحافظات اللي بيمر بيها القطر بحيث ان احنا نقدر نعمل تنمية عمرانية في الاتجاهات اللي موجود فيها محطات القطر شكرا جزيلا شكرا للمشروع القطار الكرباء السريع زميل عمر يمكن البشروع القطار الكرباء السريع بشكل وافي عن هذا المشروع الكبير الاملاق اللي فعلا هي المصر نالح حضرية جبيرة يقبل علينا جميع السائحين من كل بلاد العالم في خلال يومين او ثلاثة يقدر يزوك كل مصر من خلال الخطوط الاربعة الحديثة سباق مع الزمن داخل هذه المحطة وكل محافظات مصر لانتهى من هذا المشروع حديثا ان شاء الله في اقالي من خمس سروات باذن الله قريبا سوف تستكمل تلك المنظومة الكبيرة ويكون عندنا شبكة مواصلات رائعة تقدر تربط كل محافظات مصر ويقوم بصدد ربط شبكات مع دول اخرى باذن الله من دول الجوار وبالتالي مصر تكون على خطة دول المتقدمة في النقل وربط ايضا للخطوط القديمة داخل خطوط السكة الحديد في مصر بهذا القطار السريع وده حيوفر وقته جهد كبير وخلقه فرص عامل كتير لفاعة كبيرة من الشباب لك عمر بشكرك شكرا جزيلا زميل عبد الحميد ساقر الذي رقل لنا صورة مقربة عن القطار الكهربائي فاق السورة احد اهم المشروعات الحديثة شكرا جزيلا لك عبد الحميد ساقر شاهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظة شمال سيناء انتاج مزرعة ام شيخان السماكية في منطقة وسط سيناء وقد اكد شوشة ان محافظة شمال سيناء تمتلك العديد من المقامات والثروات من بينها الثروة السماكية مشيرا لان بحيرة البردويل التي تنتج اجود انواع الاسماك محافظة شمال سيناء حابها الله بالعديد من المقومات والثروات الطبيعية ومن بينها الثروة السماكية فبحيرة البردويل شاهدة على انتاج اجود وانقى انواع الاسماك اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظة شمال سيناء يشهدوا حصاد حوضين من اصل خمسة احواض بمزرعة امي شيحان بوسط سيناء احنا النهاردة بنفتتح موسم الحصاد بتاع السمت وحيستمر معانا لمدة حوالي شهرين كده ان شاء الله فلاهلنا في وسط سيناء وطبعا الانتاج اللي احنا طلعنا النهاردة حوض واحد فقط احنا عندنا هنا العديد من الاحواض المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والسروة السمكية اشار الى ان هناك ثلاث بحيرات تابعة للجهاز وجاري انشاء اربع بحيرات اخرى على مياه البحر اوفينا بالعهد هدية لأهالي شمال سيناء شعب سيناء والشعب سيناء العظيم ووسط سيناء فده مجهود طبعا بنشكر سيادته انه دعمه لنا على ان احنا نطلع المجهود ده للنور وبإذن الله خلال الفترة القادمة يبقى فيه مزيد من التعاون واحنا المزرعة ان شاء الله انتاجها يتضاعف خلال الفترة اللي جاي ان شاء الله وفيه تسع احواض موجودين هنا سزرع مكسف مزرعة ام شحان تنتج ما يقرب من سبعة عشر طن من الاسماك التي ستوزع على منافذ المحافظة باسعار تتراوح ما بين اربعين الى ستين جنيها المزرعة قائمة على ست احواض دائرية قدر 16 متر بها حوالي 100 الف سمكة سمك البلط يوحيد الجنس هيتم ان شاء الله توزيعه على منطقة شمال سيناء باسعار منخفضة حسب تعليمات السيد اللواء المدير التنفيذي للجهاز وسيتم التوزيع عن طريق محافظ شمال سيناء بحسب تعليمات السيد اللواء المحافظ هيكون متابعة من مدير التنمين شمال سيناء للمنافذ البيئة وتم تحديد منافذ البيئة داخل مدينة العريش محافظة شمال سيناء والتي تتمتع بميزتين طبيعيتين على مستوى الثروة السمكية احدهما انها تطلو على سحر البحر الابيض المتوسط والاخرى ان بحيرة البردويل تقع داخل حدودها مما يعزز من قيمة المحافظة على مستوى الثروة السمكية وبالتالي التوسوى في انشاء العديد من المزارع السمكية على سحر البحر الابيض المتاصف بما يحقق الاكتفاء الزياتي في الاسماك من جانب وتحقيق الانضباط على مستوى السعر من جانب اخر من سحر البحر الابيض المتاصف عند مدينة العريش محمد عبدالصبور النيل للاخبار على توزارة الرئي الانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتأهيل قنطرتين فم بحر حفير وشهاب الدين القديمة والجديدة بالدقهلية وقال الوزير انه تم ادراج القنطرتين بالخطة الاستراتيجية للدولة لاحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى وذلك لمعاينتهما واتخذ القرارات اللازمة بشأنهما اهلا بكم جديد ونعود ونستكمل اخبارنا السياسية حيث تبادل الديمقراطية جو بايدن ونفسه الجمهوري المرجح للبيت الابيض ترامب خلال حملتيهما في ولاية جورجيا الانتخابات الرئاسية انتقادات لاذعة واتات حملة ترامب في جورجيا بعد ايام من فوزه الشبه النهائي في الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوري يوم الثلاثاء الكبير مما اكبر اخر منافسيه نيكي هالي على الانسحاب وتقديم بايدن على منافسه لترشيح حزبه الديمقراطي وكانت جورجيا لفترة طويلة جمهورية بلا منازع لكنها اصبحت ساحة لمنافسة اكبر بين الحزبين على هامش المؤتمر الوطني 14 في دوراته ثانية تنعقد الجلسة التخصصية للمجلس الاقتصادية الصيني بالمركز الصحفي للمؤتمرات الوطني ببكين بحضور مديرة التنمية والاصلاح الوطني لمناقشة سبل تعزيز العيش الرغيد للصينيين وتعزيز مجالات التنمية والاصلاح والاسهامات في زيادة التنمية الاقتصادية استمرارا في تنفيذ سياسات الاصلاحية والدوء الشاملة لبناء نظام اجتماعي جيد بالصين عقد المركز الصحفي للمؤتمر الشعبي الوطني 14 في دوراته الثانية للدورتين التشريعية والنيابية مؤتمر صحفيا للتعريف باهم سياسات مطروحة لبرامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وتطوير التعليم لتوفير سبل العيش الامن للصينيين نعمل على تعزيز القوى العلمية والتكنولوجية وهي الاستراتيجية الحالية للتحديث ونعزز السياسات الداعمة لتنمية الزراعة وبدلنا جهودا لمكافحة الكوارث الطبيعية والاوبئة ونعمل على دعم قطاع التصنيع المتقدم وتقديم برامج حماية اجتماعية تكفل حياة جيدا للمواطنين مع الاستمرار في تنفيذ السياسات الهادفة الى الحد من الفقر وتقليل الفوارق بين العيش في الريفة والمدن ومن خلال الرد على السفسارات وتساؤلات الصحفيين اكد المسؤولون ان الحكومة تعمل على التطوير والتقدم مع الحفاظ على الاستقرار وتعزيز انظمة الحوكمة والابتكار والتنمية الخضر تهم بالموضوع الذي يتعلق بالتخفيف الفقر في الصين وتحسين بناء معيش الشعب وتنمية اقتصادية واجتماعية وطنية وحماية البيئة وغيرها المصطلح الجديد لحديث دور هذا العام هو قوة انهاجية الجديدة في كل المجالات مثل التعليم والثقافة والزراعة والتكنولوجيا الثقافة مرتبطة مع التجديد ومع التطور وشوف يعني ما شاء الله الحفظ للبيئة اهتمام كبير في الصين هنا وشوف الترفيها وشوف الامن الغذائي قد يكون متوفرا هذا وتدفع الصين بقوة تطوير الابتكارات العلمية والتكنولوجية وبناء الحضارة الايكولوجية الحديثة مع العمل على تقليل الفارق بين الغيف والحضر وتطوير المشاريع الاجتماعية من خلال هذه الجلسة التخصصية التي عقدت على هامش المؤتمر الوطني الرابع عشر في دورته الثانية للدورتين التشعية والنيابية تسعى الحكومة الصينية لوضع بيان اعمال الحكومة فيما يتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وتطوير التعليم من العاصمة الصينية بكين احمد سعد الدين اني للاخبار نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعض اخبار الرياضة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مركز الهناجر يستضيف ملتقى ثقافيا تحت عنوان هن أصل الحكاية اهلا بكم جديد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة استضاف مركز الهناجر الملتقى الثقافي الشهري والذي حمل عنوان هن أصل الحكاية تحدثت المشاركين في الندوة عن دور المرأة المصرية وعهمية الإنجازات التي حققتها المرأة في كافة المجالات هن أصل الحكاية كان عنوان الملتقى الثقافية الذي استضافه مركز الهناجر للاحتفاء بالمرأة المصرية في شهر المرأة الشهر اللي بنقول علي بتحمل فيه الظهرة الوعد بالصمرة يعني هو يوم أو شهر بيكون شهر عظيم ولذلك عظيمات مصر منذ العام 2017 وكان العام الأول للمرأة المصرية وإحنا تاني دولة على مستوى العالم كله أن يكون عندنا عام للمرأة المصرية وإن كان عام واحد لا يكفي نحن نشكين طول الوقت فيه تمكين المرأة تمكينها سياسيا واقتصاديا واقتماعيا وثقافيا المرأة المصرية الحقيقة لها تاريخ طويل ولها مكان عظيم جدا في التاريخ الإنساني أنا مشاركتي نهارده عشان أتكلم عن المرأة وعشان أتكلم كمان بالتحديد ما هي المرأة الفضلة مواصفات المرأة الفضلة بتخلي بالها من كل حاجة مش بس هي بتخلي بالها من شغلها والكارير بتاعها قبل ما تفكر في ده لازم بتفكر أنها تطلع أسرة وتطلع أولاد بيفيدوا المجتمع إزاي لأن أنا لو أنا هنجح بس في الكريم بتاعي بأملوش لازم المشاركات أكدنا على امتنانهن لإهتمام الدولة المصرية من خلال العديد من الإجراءات التي من شأنها تمكين المرأة في مختلف المجالات أنا واحدة من الناس اللي ربنا أكرمهم يعني أعتمدت الوعيذات وخدت شكل المتطوعات وخدت شكل كبير في الدولة المصرية ثم كرمت من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإني أخد وسام الدولة التقديرية من الطبقة الأولى في العلوم والفنون طبعا إحنا شوفنا المرأة خدت نسبة جبيرة جدا من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ خدت حقائب وزرية جديرة خدت برامج تدريبية مخصصة للمرأة ده كله أن الدولة متجهة لأنها تدي المرأة فرصة أكبر في عملية التمكين هذا وتحتفل مصر في كل عام في السادس عشر من مارس بيوم المرأة المصرية وذلك تخليدا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانية ومشاركتها في ثورة تسعة عشر دائما وأبدا تجدها في كافة الظروف وأصعب المواقف ففي الشدائد والمحن تجدها صامدة إنها الأم والأخت والصديقة والابن والمعلمة إنها المرأة المصرية لذا حريصت الدولة المصرية على تكريمها في شهر المرأة واستضاف مركز الهناجر الملتقى الثقافي الذي حمل عنوان هن أصل الحكاية من أمام مركز الهناجر أمل صدري النيل للأخضار وفي الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز مجاة في نشرتنا من أخبار الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تحركت في مصاري الإصلاح والتنمية وتحريح سعر الصرف لم يتم إلا في وجود احتياطي من الدولار تواصل العدوان على قطاع غزة مع قرب حلول شهر رمضان وبيض يقول أن نتنياه يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته للحرب تشهداء من بينهم ثلاثة من حزب الله في قصف إسرائيلي على منزل في جنوب لبنان حتما نشكر لكم في بالمتابع إلى اللقاء لرأس الصحفي مجزن أخبارين جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة